اشتركوا في القناة 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 ما بقى بيجيب اللعيب عشان هو حابب يلعب في الزمالك لا بقى بيجيب اللعيب ويتكلم بطريقة واسلوب مش مناسب معهم بقى بيتكلم باسلوب مش كويس بقى انا عملت وانا سويت وانا 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 هي دي الفكرة اللي ضاعت الدوري من نازل الزمالك اقالة 8 مدربين او 9 مدربين تنسى او كي سيقولك على محمد حلمي كابتن محمد حلمي عمل فريق كويس الفكرة اللي تلقى انه هو معرض للإقالة بعد التعزل قدامه المصري مبارح وهجمه في وسائل علامة وقال له انت ضيعت اتنين بنت رجل تسعى كسب تسعى مطشط مباريات ورا بعض تقييمك انت فكابتن محمد حلمي ايه والجهاز اللي معاه عمل أداء كويس جدا بالقماشة اللي معاه الرجل قدر جاء منسك الفريق بعد ما كان خلاص بيقع بينهار بسبب تحكم الإدارة فيه بسبب كمية الإقالات الإدارات الفنية بسبب تدخل الإدارة الغير طبيعي في الأمور الفنية للفريق من جوه قدر انه هو يكسى وقدر انه هو يعدي بيه المرحلة وقدر انه هو يرجع ينافس الأهل تاني على دوري ما كانش في يده أصلا الرجل ده المفروض يشكر حتى لو المطش الجاي خسره اللي بقاده خسر لا انا قل له شكرا كابتن محمد عايز اسألك عن الرحل السلبية اللي تم اعطاها للنادي الزمالك تعرف فاق ستيف خلاص تم تم اقصاءه من البطولة هل الرحل السلبية دي محتاجة نادي الزمالك دلوقتي ولا محتاجة انه هو يكمل تدريبات اعتقد انه هو محتاجة على الزمالك شوية في الفترة اللي جاي عندي سموحة اللي جاي في الدوري اه سموحة اللي جاي ماتش صعب لكن الزمالك عندنا اللي عيبة في مصر بقالهم مسلمين اعتقد او مسلم بنص في الحمو متشاطفة بعد فالتاريح في وسط المسلم هايكون كويس جدا ليهم بدنيا وفنيا وحتى ذهنيا ما بين التدريبات او الماتشاط والتدريبات او الماتشاط والصفر رايح جاي سواء في برج العرب او في بيتروس بورت او 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 لا هيديهم راحة نفسية ومعنوية اكتر لمواجهة المسلم طيب خلينا ناري على المباراة التانية عشان انا عايز الحق في خلال النص ساعة اللي معنا اكلمك في معظم الحاجات اللي معنا الاهلي والاسماعيلي شفت المباراة ازاي وهدفين فقال من خمس ديائي تاريبا انه المباراة بشكل كبير جدا الاهلي هو الاهلي الاهلي هو البطن عمرنا ما شوفنا يوفينتوس او منشستر رنايتد اعتلع صدارة الدوري الانجليزي او ايطالي ونزله من الصدارة تاني هو ده الاهلي انت عارف لو كان الموقف مختلف لو كان الزماني ق minded should be better او فري البونتك كده ورايب من الاهلي كنت ممكن اقولك الاهلي ممكن يكسب الدوري و الزماني يفقد فوز الهد لكن هنرجعون اقول الاهلي هو الاهلي الاهلي هو الفري البطن قدر قدامه ناس في صعب زي الإسماعيلي إن هو يحرز هدفين في أقل من 10 دقائق يموت بهم المباراة قدر إن هو يوصل للفكرة اللي هو عايزة مارتين يول مدرب عبقاري عارف قيمة اللعيبة اللي بيضربهم كويس جدا عارف قيمة الفريق الاسم اللي هو بيضربه كويس جدا أنا تصريح المخدات اللي قاله مارتين يول ده أنا ماخدوش عليه أنا اخدو ليه مدرب عبقاري يا جماعة احنا بنشوف كل المدربين في أوروبا دلوقتي بيطلعوا يقولوا كده واكتر من كده لكن طلع عالا أنا هاخد الدوري أنا نعم على مخدر فعلا فعلا هو عارف قيمة الفريق اللي معاه بس نسئلت يعني بعد المصري الجمهور لإن إحنا ما عندناش ثقة يعني الجمهور الأهلي دلوقتي حاليا عدى بحوالي 10 سنين بيكسب بس جي في لحظة إن الدوري راح منه فمبقاش عنده ثقة في الفريق الحالي لكن على المستوى مارتين يول نقل بالزبط أنا هاخد الدوري ونعم على المخدر وده اللي حصل يعني هو ققت عادل مطش وخسر مطش لكن في الآخر هو أخذ الدوري قبله بجولتين وكان بأداء أكثر من راعي مبارح وكمان رمضان صفحي اللي إلا أنا مستغرب جدا بصراحة من أداء رمضان رمضان تتفرج عليه مش نشقته نشقة شاب مصري نشقته تحس إن هو بره تم تأسيسه بره في نادي بره غريب برغم إن كل الميديا في الفترة الأخيرة بتتكلم عن سوانسي سيتي أو ستاك سيتي أو تشالسي تكلموا أوروما تكلموا كلام كتير جدا وكل الصحافة بتتكلم عن رمضان وهو شاب عنده 19 سنة أو 20 سنة وفي الآخر ينزل في الملعب وهو فعلا يأكد إن هو نص الأهلي يعني نتمنى إن شاء الله مجلس دارة نادي الأهلي ياخدوا القرارة الصائب بخصوص رمضان صبحي والكل والله يا عمر يعني سواء لعيبة قدامة سواء محللين وقادر الدين كله بيقولك سيبوا رمضان يطلع بالزبط لكن الأهلي برضو من يعني أنا أتكلم في جزئية من حق الأهلي ومن حق مصري من حق الأهلي إن هو يحافظ على العادي هو نادي وعايز يخذوه لكن من حق مصر على الأهلي إن هو يخرج رمضان ده هيكون في مصلحة منتخب مصر ومصلحة يعني إحنا كل مخترف عندنا زي محمد صلاح أو محمد النيني أو كوكا أو أولا مش هايز أنسى حد وترزجيه كلهم بمثابة صفر للمصر برك كلهم بيزودوا الحالة الفنية أو الكسافة الفنية للمنتخب عندك بيكون عندك خيارات كتير لو الأهلي ساب رمضان إن هو يحترف في الفترة اللي جاية لا هيكون فايدة كبيرة جدا للمنتخب مصر طيب خلينا برضو أهدك في حاجة تلانية ومجموعة منتخب مصر انباريح كانت قرأة أفريقيا المهيلة للكأس العالم ومصر وقعت في المجموعة الأخيرة المجموعة الخمسة معها غانا والكونغو وأوغندا شايف المجموعة إزاي اه وإحنا عايزين نتكلم أكتر على المباريات بتاعة المنتخب المصر ترتيبها اه ترتيب المباريات يعني عندك الكونغو الأول لأن الناس مستصعبة في مصر المجموعة أنا بالنسبالي هي تاني أسهل مجموعة بعد تونس بعد مجموعة تونس لا مجموعة تونس سهلة جدا لا جمهورية الكونغو غينيا وليبيا بالزبط احنا تاني أسهل مجموعة انت عندك ترتيب الماتشاط انت هتلاعب الكونغو برا ده أول حاجة ده أول حاجة يوم 3 أكتوبر يجي غانا على أرضك وبعد كده تلاعب أغاندا برا وده ماتش صعب جدا 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 لأن اللعاب الأغانديين عندهم عنف جديد جدا في الملعب وده اللي حذر منه هيرفين رينارد مبارح الرجل تكلمت معاه بعد هو مدرب المغرب اه مدرب المغرب وخد كاس الأومان الأفريقية مع فريق زامبيا وقف مجموعة تنموت المغرب المغرب اه مجموعة تنصعبة لا مش الموت اه مجموعة تنصعبة الموت التانية مجموعة تانية الجزائر نجيريا كاميرو نزامبيا دي مجموعة تنصعبة اتكلمت معاه مبارح سألتوا انت اكتر منتخب خايف منه ايه تخالها ليه مالي 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 منتخب كبير جدا مالي عندهم فريق الشباب بتاعهم فريق كويس جدا قدر ان هو في الفترة الأخيرة يزود نواحي فنية عالية جدا للتشكيل العموما والقوام الرئيسي للفريق اه اتكلمت معاه عن صاحل العاج قال لي منتخب كبير بس صاحل العاج معروف هو معروف النواحي الفنية بتاعته معروف منتخب كبير معروف طريقة لعبه ولكل المدربين قال لي لكن انا اخاف من منتخب مالي اخاف من الكوادر الشابة الجديدة اللي فيه اه هو يعني رجل بصراحة الناس متخوفة من غانا وسيناريا او تكرار مباراة غانا 6-1 الانين منها وناس كثيرة ايتي لأ غانا 2012 غير غانا 2016 بالزبط فيه تراجع كبير جدا في مستوى غانا فيه معدل اعمار كبير جدا لغانا سواء على مايكل اسيان او معظم اللعيبة ووصل معدل اعمار في غانا لحوالي 29 سنة فده معدل كبير جدا على عكس الفترات السابقة لما خدوا كاسا العلم للشباب او اللاعبوا كاسا العلم للشباب اه لا غانا تراجعوا فن كبير جدا على عكس الفترات السابقة نرجع للتاني للمشوار منتخب مصر هو احنا قلنا الكونغو برا غانا في مصر وغاندا برا وغاندا في مصر الكونغو برا غانا برا الكونغو جوه غانا برا احنا لدينا ماتشين في الدور التاني على ارضنا اه خلاص انت رايح ماتش غانا هو اخر ماتش في كماسي انت رايح وانت المفروض اصلا مش عايز الفوز ولا التعادل انت رايح وانت المفروض انت مخلص المجمع وانت متأهل خلاص لان انت غانا هتلعبك على فقاردك الاول فايزا هتكون قدرت تقتنس منها التلاتة بونت او حد اقلد اكتير نقطة خالص نجيب منها النقطة هتكون خلاص انت رايح لها هناك اللي هو خلاص بقى انت رايح تشفي غليلك فيها اه تحصيل حاصل ومبارات الستة ونحاول نكسب ونرد اعتبارنا والحاجات دي النني يعني انا عارف انك فطرت معان بارح اخبار النني ايه ومسافر امتى ولا قاعد شوية النني حاليا في عمرة النهاردة سافر سافر النهاردة عمرة ان شاء الله هيرجع بعد خمس ايام تقريبا هيرجع لندن يوم تلاتة سبعة لدخول فمع اسكر مع فريقه لبداية التوريات الاوروبية ان شاء الله موضوع خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي ما قالكش عليه حاجة اه والله والله اتكلمنا فيه بس هو لما قالوش اي دخل يعني هو خلاص هو ليه تأشيرة وليه جوا السفر وليه تصريح عمل وكل حاجات دي هو الخوفة بعد كده دي كارثة يعني خروج ده انجلترا هيخرج منها مئة لاعب في الدوري انجليزي معرضين ان هما يخرجوا من الدوري انجليزي سيسبب خروجهم ايه طيب لان هما مش انجليزيين هو كل اللي بيحملوا التأشيرة او الباسبور في اوروبا سواء فرنسي برتغالي اسباني فهو يصلح للعب للدوري الانجليزي تمام فلما انجلترا انفصلت عن اوروبا خلاص بقى دول بلاد ودول بلاد تانية اللي هو يصلح للعب محتاج تأشيرة عمل وتصريح عمل واقامة واقامة وتأشيرات وبتاعه ففي مائة لعيب في الدوري الدرجة الاولى للانجليزي اللي هو الدوري هيتضرره هيتضرره وفي ربعو مائة لعيب في الاندية الانجليزية كلها كتوطال ببقية درجاتها هيتضرره الكرة الانجليزية يعني طلع المحسكر اللي بيقيد الانفصال قال كلمة انا شايفها كويس بس بحتاجة وقت كبير جدا المحسكر اللي بيقيد الانفصال قال الكلمة قال هو احنا كده هنمي المواهب الشابة في انجلترا فالفكرة طب انت هتحتاج تنمية المواهب الشابة دي على مدار سنوات مش على مدار دلوقتي انت دوري انجليزي بتاعك لو لو ما حصلش تسهيلات في الاجراءات والوراء بتاعة اللاعبين والحاجات دي كلها لقى الدورة هيعطونا يعني ربنا يسطر على الدوري الانجليزي هو مش واحد هو اقوى دوري بالنسبة لي في اوروبا سواء فرق لعيبة حتى مقابل المادي هو احد من اقوى الدوريات ان شاء الله نشوف الموضوع ده هيتحل ازاي لكن الحمد لله على محمد بنيني ما فيش اي اخر من العمر هيرجع ولا من بره بره بقى لا هيرجع لأ هيرجع هنا يقنطيلي يوم وليومين على بركة ان نتمنى له طبعا التوفيق محمد النيني العبنة والمحترف في ارسنال انجليزي وفيه النهاردة عمر تلت لقاءات في اليورو وفيه لقاء تلت بالفعل سويسرا وبولندا وسويسرا متقدمة بولندا عفوا هي المتقدمة على سويسرا بهدف لاجوفيسكي لاعب فيورنتينا الايطالي شايف الموبراد ازاي ومين الارب للصعود بولندا 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 لان بولندا فريق كبير جدا بالرغم من مستوى المتواضع اللي قدمه لوفاندوفيسكي في الفترة الاخيرة اللي ان ادم اللي هو مدير الفني المنتخب بولندا قدم مجموعة رائعة في الفترة الاخيرة في اليورو بولندا تقريبا هو منتخب مخصرش ومستقبلش ولا هدف في اليورو حتى الان صح في دول المجموعات بالرغم من منتخب سويسرا منتخب برضو كويس يعني سومر حرس المربوة او فابينشير او تشاكا اللي هو تشاكا اللي انتهى للارسنال اللي بيلعب جنب النين ان شاء الله قدمه اداء مميز جدا يعني شاكا هو تاني اكتر لعيف في اليورو عامل كرات للامام بمية واثناشر كرة بعد توني كروس مية وسبعتاشر وقبل الراموس مية وسبعة كرة عايز اقولك في خبر عاجل جالي حالا كابتن محمد حلمي هو اللي بيعتزم الرحيل عن ناجل زمالي لا عنده حق عنده حق ولو رحل فعلا انا ارفع الكوبقة للرجل ده هو فعلا لازم احنا كنا نوهنا بس مرضناش نضغط على الموضوع ده كنا اقلينه من فترة ان في حال اي دروب بيحصل لنادي الزمالي كابتن محمد حلمي هيمشي وما فيش نادي في العالم بيقدار كده ما فيش نادي في العالم بيقدار كده احنا شوفنا منشستر نايتا ديفيد مويس خسر من جميع عنديه انجلترا وممشيش غير في اخر قبل الموسم ما يخلص بثلاث ماتشاط شوفنا السنة دي مع فالنسيا مدارب خسر من كل تقريبا عمل مستوى اكثر من رضيق مع فالنسيا وكمل لحد الوقت جاري نيفل ما فيش ادارة في العالم بتعمل لزا مالك بيعملوا ده عندنا ده يعني انا ما عرفش والله ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك الفترة القادمة وفيه موتش الاهلي والزمالك انا مش عقل اجيبه مدربين تاني من ايه اطاقاتي الشخصية الاهلي والزمالك لو كابتن محمد حلمي كسب الاهلي في المبرادة هيبقى الموسم القادر ده توقع الشخص يعني كابتن محمد حلمي مشي احنا هنجيب مدربين من ايه نروح لليورو ونشوف ممكن المنتخمات اللي تخرج نجيب منها مدربين فيه عندك اول المجموعة التانية اللي هي ويلز واللي حققت بصراحة نتائج هيلة كسبت سلوفاكيا 2-1 خصت من الجلترة 1-2 وكسبت روسيا 3-0 وتأهلت كاول المجموعة التانية هتلاعب ايرلندا الشمالية ايرلندا الشمالية بصراحة مارتن اونيل المدير الفني فيه ناس بصراحة عجبهم اداء ايرلندا الشمالية ما دخلش برضو مرموهم اي هدف خلال الدور الاول كرة دفاعية امام كرة جميلة كرة هجومية ويلز فتوقعتك لها مارتن اونيل قادر يستخدم اللعيب اللي معي قادر يصعد باقل الامكانيات واقل حظة الفرص الصعود في مجموعة كانت صعبة زي مجموعة ألمانيا لكن مواجهة الويلز انا اعتقد ويلز الارب للتأهل لان منتخب ويلز منتخب كبير ايرلندا رامسي مع جاريس بيل مع مدرب زي كريس كوروما لأ هم منتخب كبير كريس كوروما ادر في الفترة الاخيرة يشتغل على النواحي الفنية الويلز بالطريقة الصحة اللي هو تقدر توصله اعتمد على جاريس بيل بشكل رئيسي واحرازه للاربع الاهداف لأ هو انا مدرب انا عايز اتقاهل وهو وصل لا اقصى المراحل اللي ممكن اوصل لها فقدرت اعلعب بشكل الصح واعتمد بشكل اساسي وكبير جدا على جاريس بيل من الكرات السبتة او حتى الشوت من بره جاريس بيل تاني اكثر تسديد من الخارج بعشرين كورة بسبعتاشر كورة بعد كريستيانو رونالدو تلاتين كورة يعني كريستيانو شايد تلاتين كورة تلاتين كورة احرز هدافين كريستيانو رونالدو تاني هداف لليورو بعد بلاتيني احرز ثمان اهداف لليورو فرق اهداف تقليلا اه تسع هداف كريستيانو رونالدو احرز من تلاتين تسديدة احرز هدافين ناني من عشر تسديدات احراز هدفين فده الفريق برضو ان مستوى كريستيانو في الفترة اخيرة متراجع نسبيا بالرغم بالرغم ان الصحافة الاسبانية في الفترة الاخيرة اتكلمت على كريستيانو وترجمت فيديو فيديو عظيم انا بحشة الصحافة الاسبانية صحافة عظيمة بجد يعني كلنا بنتعلم منها سواء في عنوين او 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 كريستيانو في المطش في الجنين الدربات السابتة كريستيانو في الجنب كارفالو بيعلمه ازاي يسند الكرة او ما يخليش الكرة تعدي في الحيطة تمام بعدها كريستيانو رايح للمدير الفني بعد النتيجة 3-3 هو فرناندو سانتوس اه فرناندو سانتوس بيقول له ارجع ورا ولا افضل قدام بعد 3-3 بعد النتيجة 3-3 هو الرونالدو رايح بيسأله تخيل الرد كان ايه رد كارسي قال له اعمل اللي انت عايزه وعلى فكرة ده نفس التصريح اللي قاله فرناندو سانتوس المدير الفني لما بيلعب طريقة 4-3-3 وبيغير طريقة اللاعب قدام المطشاط قال له انا عندي مشكلة مع رونالدو ان انا مقدرش احجمه بمكان يعني مقدرش اقول له رونالدو تتلعب هنا بس انت 3-3 انت قدامك يا حجم الاتنين يتكمل ضغط عشان تجيبه بجون الرابع وتتأهل اول صح يتدافع عشان تتأهل تالت وده انت بكون عامل حسابك عليه رونالدو مش عارف يعمل ليه في الملع مع رونالدو مش مدير فني فانا رايح اسألك انت المدير الفني مش عارف المدير الفني مش عارف بالرغم ان المدير الفني ده من 2004 البرتغال بتعديمه ده على حاجة واحدة بس هو كريستان رونالدو جي المدير الفني ده حظه كان معاه كذا العيب كبار جدا زي واحد زي اندريا جومز ده دخل على اليوفينتوس وبرشلونا وغادلوقتي بيلعب في فالنسيا وعمل موسم رائع جدا مع فالنسيا العيب اكثر من رائع كمان ناني وبيبيناني فايق جدا فاني رائع جدا وريكاردو كارفالي لعيبة كبيرة نسبيا في الفترة الاخيرة هو مش قادر يستغلها البرتغال لاعب بدون مدرب البرتغال بتعتمد على كريستيان ورونالدو من غير اي تواجد للمدرب ولا فنيا ولا نفسيا ولا اي حاجة البرتغال ما عندهش مدرب البرتغال برونالدو في الملعب طيب انت كنا خليت نخش في المطش الثالث كرواتيا والبرتغال كرواتيا اللقرب اللي هيكسب بالمطش ده هيكون موجود في النهائي في المربع الزهر في المربع الزهر مش في النهائي يعني لا في المربع الزهر معيني ناس كتيرها مرشحها كرواتيا بصراحة انها تصعد للنهائي كرواتيا فريق عظيم كرواتيا فريق يعني فوزة على حامل اللقب اسبانيا المطش اللي فات هو ده اللي علق اسهمه جميع جدا لا بس المطش ده تحديدا ليه فروق فردية تانية خلص لان اسبانيا كانت خلاص نزل فريق نزل وهو عارف انه متأهل قدام فريق عارف انه هو لسه ممكن ما يتأهلش او يتأهل ثالث او الظروفة تكون صعبة اعتقد ان تلبسك لعب المطش ده خلص غلط خلص لانك المفروض يحمس لعبين انه هما لازم يطلع اول ما يخسروش ساستش عامل فريق اكثر من رؤى سواء قلنا ان لوكا مودريتش هيئة غيابها يأثر كتير جدا في مطش اسبانيا انه مش هيلعب جنب راكتش لكن حتى البادير بتاعه مارك روج لما نزل اكد ان كرواتيا منظومة مش لعب او اتنين مش نجم مش راكتش مش بريزتش مش لكا مودريتش لا اكد ان كرواتيا منظومة كاملة بيقدر يتحكم فيها ساستش بيقدر في المطشاط يقدر يدافع امتى ويهاجم امتى يعرف امتى يقصنص الفوز او النتائج السلبية والاجابية شايفين تدريبات البرتغال الاخيرة طبعا قبل اللقاء اليوم امام كرواتيا فانت تتوقع مطش هيكون صعب ولا سهل مطش صعب جدا وممتع جدا للاقصد راكوته روح زي كريستيانو رونالدو هتتمنى انها تفوز على منتخب منظم انت متخيل الكلمة؟ رونالدو هتمنى انها يفوز على منتخب كرواتيا منتخب منظم وكبير وبيلعب في اسماع كبير ومع ساستش قيادة فنية رائعة يعني ساستش رأيك عمل منتخب قوي يقدر ينافس على المربع الزهبي لبطولة يورو 2016 طيب اخذك لاخر مباراة النهاردة اللي معانا ونطلع بقى من اليورو للكوبا كوبا امريكا النهاردة فيه سيمي فاينال نصف النهائي ولاية المتحدة مع كولومبيا ولاية المتحدة صاحبة الارض والجمهور عايزة تحقق على الاقل مركز ثالث خسرت من الارجنطين 4-0 في الدور الثمانية على الجانب الاخر كولومبيا دي البطولة بتاعتها ولكن خسرت من شيلي 2-0 شايف مين الارب؟ الارب وقعيا كولومبيا الارب وقعيا كولومبيا بالرغم ان الجمهور مع سوريا مع امريكا والارض مع امريكا لكن الارب كولومبيا فنيا ونجوميا في الملعب كولومبيا كابتن بتاعها رودريجز ايا كان فهو كابتن لعب فريال مدريد لابس شورت الكابتنة وجوده في الملعب بيختلف وجود النجم في الملعب بيختلف سواء مع كوادرادو او مع بقية منظومة الفريق بيختلف على عكس منتخب امريكا بيعتمد على المنظومة الكاملة والقوة البدنية صح بجانب نوعا ما دمسي بس هو برضو مش النجم مش النجم اللي يقدر يشيل فريق او يحجم فريق دمسي مهاجم فز جدا ومهاجم رائع جدا وتزديد اون تارجت بنسبة سبعين في المية او اعتقد خمسة وسبعين في المية لكن على النواحة التانية انت عندك كولومبيا فريق كبير كولومبيا لو ما كانت بس الفرق هنا ان كولومبيا خسر من تشيلي هم تلاتة صح فرجاز وسانشيز وفيدال ده سبب هزيمة تلاتة برضو نجوم كبار بيلعب في فرق كبيرة ادروا ان هما يحجموا نوعا ما رودريجيز ادروا ان هما يحجموا من تخب كولومبيا وان هما يوصلوا في النتيجة في النهاية للفينال انا بكون انت عايز اتكلم عن الفينال بكتلس اقولك سريعا انت توقع مين يفوز الارجنتين ولا تشيلي ماتش خارج التوقعات مع ان الارجنتين كثبتها في دول المجموعات وتشيلي كثبتها السنة اللي فاتح تختلف تختلف هما الارجنتين دلوقتي طالعوا ميسيك طالع يقول احنا لازم نغير القصة احنا لازم نغير الرواية احنا لازم كثبوه من غير ميسي في الدور الاول يعني على اه بالضبط لكن دلوقتي تختلف في الرغم من القوة الهجومية المفروطة اللي عند الارجنتين زيار في جوائيين او جويرة او ميسي او دمارية اه لاعبين كلهم او لفيتزي بس لفيتزي تصاب مش هيكاميرا اه كسر في معصم الايدا اه في الكل لكن المطش صعب جدا هيكون ممتق جدا اه انا كنت حابب جدا الكوبة عن اليورو في اول مبادئ يعني انا باعتبر ان اليورو هيبدأ النهاردة دور 16 بالضبط لكن الكوبة من يومها بدل بيرو خرجت البرازيل رجوية خرجت رجوية خرجت من الدور الاول بالرغم ان عدم مشاركة لويس وارز لكن في المستويات الفنية والبدنية في الكوبة امريكا كانت متفاوكة جدا على اليورو حتى المتعة في المناظر هي بس اتظلمت عشان بتتلاقيه في اوقات متأخرة على عكس اليورو يعني توقعاتك تب اقول لي ارجنتين ولا تشيلر انت عارف ان اقولت مبادئ خرج توقعات بس احساسك الداخلي كده الارجنتين ارجنتين بلا 30 سنة محققتش بطولة الارجنتين طيب احنا فيه سؤال ده بنتراحه مع بداية الحلقة وناخد تعليقات مشاهدين عليهم مع النهاية وسؤال حققتنا النهاردة برضا اخد رأيك فيه مين هو النجم الابرز في النادي الاهلي او بسببه حصل على لقب بطولة الدول الاهلي السنة دي هو اتنين مينفع شقصهم من الاتنين حقهم لازم الاتنين يتقلوا جنب بعض طول الموسم طول الموسم رمضان صبحي وعبدالله السعيد رمضان صبحي وعبدالله السعيد رياب عبدالله السعيد عن الاهلي قدرنا نشوف ايه ده لقد عبدالله كان فريق جدا مع الاهلي طيب تعال نروح نشوف تعليقات مشاهديننا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وهي اكسرا تايم وسأل أمام حضراتكم من هو النجم الابرز فحصون النادي الاهلي على اللقب الدوري رقم 38 ومحمد مجدي اول واحده معاك يا عمر قدر رمضان صبحي وعبدالله السعيد يعني انت بتغشيش او هو بغشيش محمد عبدالناصر عبدالله السعيد طبعا مستوى ثابت طوال الموسم ربنا يشفي يا رب محمد فؤاد عبدالحي العالمي وليد سليمان يا رب تعليقي تقري يا كابتن والله يا محمد انا غصب عني اتقرى لا ده ده اسكندرون اتقرى عمر الزمالكاوي حتى تشعر دادي الزمالك بصراحة انا زمالكاوي بس اكيد رمضان صبحي احييك على روحك سيف شامة رمضان صبحي وعبدالله السعيد عبدالرحمن مجدي عبدالله سعيد ومؤمن زكريا وكل لعيبة النادي الاهلي ما فيه شعار محطوط دلوقتي رقم 38 افتكرت نفس الشخص من صالح رمضان صبحي وحسام غالي وعبدالله السعيد شريف ابو الدهب الجميع اهلاوي اوي اه كتب الجميع اهاب الاناوي رمضان صبحي وعبدالله السعيد ومارتين يول محمد عبدالتواب رمضان وغالي والسعيد وعشور يعني معظم التعليقات يا عمر انا خدت جزء من التعليقات يعني بسم الله ما شاء الله اتعليقات كتيرة ولكن وقت البرنامج استنزفنا بسرعة ولكن كل المشاهدين ومتابعين يقولك عبدالله السعيد ورمضان صبحي اذا ما انت قلت اه في الواقع اه في الواقع هو كان اداءهم جايد جدا يدري وصل الاهلي وقدر يكون المستوى السابت والتركيز في الملعب والخروج عن دايما كانوا كويسين جدا يعني عمر نورتيني النهاردة كل سنة ومتطيب وبشكرك طبعا وتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في الخطوات اللي جاية بإذن الله ربنا خليك كفاية والله انا قسطي جدا اطلعت معيك وأحب أشكر أستاذ المشاهدين وأقول يا رب يكون دك خفف عليكم يا رب أشكرك عمر صبحي النقد الرياضي شكرا شكرا جزينا وأشكر حضراتكم طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة استنونا ان شاء الله بكرة في نفس المعاد وأكيد أخبار جديدة وتصريحات جديدة وبالتأكيد ضف جديد في رعاية الله